إشكالية الانتخابات النيابية في لبنان تتخطى مسألة انتاج قانون جديد للانتخابات لتطالى دور النائف في التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومدى تمثيله للناخب بحسب مقاربة الأستاذ الشامعي في كلية العلام الدكتور نسيم الخوري اليوم هل ترون أن الأفق مسدود أمام انتاج قانون جديد للانتخابات أم أن هناك إمكانية أمام المهل الضاغطة أن نتوصل إلى هذا القانون؟ منذ خمسة عقود من خمسين سنة تقريباً أتذكر أنني طرحت السؤال عينه فيما يتعلق بالانتخابات كنت في بدايات حياتي للصحفي للأسف يعني هناك نوع من في موضوع الانتخابات لبنان كحجر المطاحن يعني يدور حول نفسه ليس هناك من جريد الإشكالية هي بين مجموعة أقطاب النائب أصبح للأسف يعني هو شبه موظف في لبنان فيه هبوط بالسقف السياسي فيه هبوط بالتمثيل النيابي هلأ أنا بعتقد فيه بصيص أمل يعني فيه فجوة حلوة ممكن يعني جنرال عون فخامة الرئيس إذا بيقدر فعلاً لأنه حمل عنوان صلاح والتغيير لأنه لا يمكن تصحيح أي شيء في لبنان ولا يمكن تغيير أي شيء في لبنان إلا عبر البرلمان وما عم ننتبه الشغل لأنه هاي الى ارتباط حقيقي بالإعلام لأنه الناس بكنات تعرف قبل شوفيه اليوم الناس تعرف كل شيء الواقع الإعلامي لسيما المرئي في لبنان غير سليم وتحت عنوان جذب المشاهد تضرب المعايير وتنصف القيم فهل يمكن للقانون الجديد الذي وصل إلى الهيئة العامة أن يصوب الأداء الإعلامي؟ في بادرة أنا بحب أحكي عنه اللي هو وزير الإعلام هو الحقيقة يعني طالب تلميذي في كلية الإعلام كما هو ما تغير يعني هيك تخرج من فترة طويلة بتحسي أن السلطة مسألة ليست للوجهة بقدر ما هي لخدمة الناس يعني هو من الناس هلأ منروحنا قانون الإعلام قانون الإعلام أنا مش لحالي حقيقة في يعني صار في شغل تحضيري أنا بالهيئة التحضيرية الأساسية لي نوضع القانون الأول اللي كان عنوانه الإعلام في لبنان حر الحقيقة كلمة حر وحرية وقتها صار فيها أخذوا عطا يريد حطينا للحرية أليسه لام لأنه صار في حرية ما ألا حدود لأنه حتى الحرية بدون مسؤولية الإعلام هو قانون متطورة يسبق الزمن هو سلطة هائلة فبالوقت اللي بدي يعد النواب يناقشوا فيه برأيي وقتها قلت له هالكلام من زمان وقتهم بتاعدوا الدائشة بتحديث قوانين الإعلام بيكون طلع قوانين جديدة سباكنوا بتصيروا أنتوا عم تحكوا كلام قديم يعني مسألة القانون مسألة صعبة اليوم حتى لو قلت مجلس النواب فعلا بسطل هذه القوانين بيكون طلع شديدة سباة بين الكلمات ومن خلال رسائل الجمل والعبارات ينتقد الخوري واقع الإعلام وتداعيات العولمة ترجمة نانسي قنقر